اهلا بكم اعزائي المشاهدين وفقرة جديدة من فقرات كل الجمال النهاردة هنتكلم على منتج من منتجات كل الجمال منتج فعال جدا وسحري جدا لعلاج مشكلة حب الشباب النهاردة هنتكلم اول حاجة على صابونة كالوليت صابونة كالوليت هي الحل الامثل والفعال والسحري لعلاج حب الشباب وزيادة التعارق او اللي احنا بنسميه excessive sweating اول مشكلة هنتكلم عليها هو حب الشباب الاول عايزين نعرف حب الشباب ده بتكون ازاي حب الشباب بتكون نتيجة ليه تراكم الدهون مع الخلايا الميتة اللي هي dead cells فده بيقفل المسام وبالتالي بيكون لي حب الشباب الصابونة بتاعتنا هي الحل الامثل لعلاج حب الشباب عن طريق مكوناتها اول مكون هنتكلم عليه في الصابونة هو تيتري ايل او زيت شجرة الشاي زيت شجرة الشاي من اهم المكونات اللي موجودة في صابونة كالوليت زيت شجرة الشاي معروف عنه ان هو ليه anti bacteria effect او مضاد للبكتيريا لان زيت شجرة الشاي بيقتل تماما البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب وكمان بيضمن عدم عودته مرة اخرى يعني صابونة كالوليت بتعالج حب الشباب وكمان بتضمن لنا عدم عودة حب الشباب مرة اخرى للبشرة فهي علاجي ووقائي تاني مكون من مكونات صابونة كالوليت هو السليسالك اسد اكيد احنا عارفين ان السليسالك اسد بيبقى ليه تأثير مقشر بيزيل ويقشر تماما الخلايا الميتة فبتبقى الخلايا الموجودة هي خلايا زيتة حيوية ونضارة كبيرة جدا بسبب السليسالك اسد زي ما قلنا في الاول ان حب الشباب بيتكون نتيجة لتراكم الدهون مع الخلايا الميتة السليسالك اسد بيقدر انه يقشر تماما الخلايا الميتة ويزيلها تماما فبالتالي الدهون بتطلع عادي على سطح البشرة من غير ما المسان بتتقفل وبالتالي حب الشباب مش هيتكون كمان سليسالك اسد ليه القدرة انه يضمن عدم عودة حب الشباب مرة اخرى الى البشرة يعني هو برضو زي ما قلنا انه صابونة كالوليت هي حل علاجي ووقائي يعني بتمنع تماما ظهور حب الشباب مرة اخرى تالت مكون من مكونات صابونة كالوليت هو الزينك اوكسايد الزينك اوكسايد بيشتغل عندنا بتلات طرق اول طريقة هو انه انتي اكسيدنت انتي اكسيدنت يعني مضاد للأكسادة يعني الزينك اوكسايد او اكسيد الزينك بيعمل على تجديد الخلايا الجلدية بيعمل على تنظيم افراز الغدة الدهنية للدهون فبالتالي بيقي تماما من حب الشباب وبرضو بيمنع عودته مرة اخرى تالي طريقة بيشتغل بيها الزينك اوكسايد انه هو انتي انفلاماتوري انتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهاب احنا طبعا عارفين ان الزينك اوكسايد بيستخدم في الاطفال في التهاب حفضات الاطفال هو كمان موجود في صبونة كالوليت يعني هو مضاد للالتهاب لو فيه اي حباية عندي عاملة التهاب او احمرار بيقدر الزينك اوكسايد انه يلطف الحباية دي بيتأثيره المضاد للالتهاب وكمان زي ما قلنا بيمنع عودة حب الشباب مرة اخرى الى البشرة تالت طريقة بيشتغل بيها الزينك اوكسايد هو انه هو بيقي تماما من اشعة الشمس الضارة يعني بيحمي البشرة تماما من اشعة الشمس الفوق بنفسجية اللي بيبقى ليها تأثير ضار جدا على البشرة بيسمر البشرة وبيقضي عليها تماما فعشان كده عندنا الزينك اوكسايد بيقدر انه هو يحافظ على البشرة وبيحمي البشرة تماما من اشعة الشمس الضارة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الالترا فيلوت او الاشعة الفوق بنفسجية مكون اخر موجود كمان في صابونة كالوليت هو الويت جيرم اويل او زيت جنين الامح طبعا زيت جنين الامح اكيد كلنا عارفين انه هو من اهم الزيوت اللي بتعالج مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب وذلك الاحتواءه على كمية كبيرة جدا من البروتينات المعادن مضادات الاكسادة والفيتامينات وكمان الاحماض الدهنية الغير مشبعة اللي هي الينالك اسد او بنسميها الاميجا سيكس فيه كمان مكونات اخرى موجودة في صابونة كالوليت احنا فيه استخدام لصابونة كالوليت اخر قلنا عليه هو انه بيعالج زيادة التعرق او فرط التعرق اللي هو الاكساسف سويتين فمنلاقي ان صابونة كالوليت فيها بعض المكونات اللي بتخليها بتعالج هذا العرض وهي الافندر اويل الثايم اويل وكمان الكلاف اويل اللي هو زيت الافندر وزيت الزعتر وكمان زيت القرنفل التلات زيود دول بيبقى ليهم خواص متخرة بيبقى ليهم القدرة على ان هما يقتلوا البكتيريا اللي بتسبب الرائحة الكريهة او اللي هي بتسبب رائحة العرق فبالتالي التلات زيود دول من اهم الزيود اللي موجودة في الصابونة لان ليهم انتي سابتك افكت او خواص متخرة بتقضي تماما على البكتيريا اللي بتسبب هذه الرائحة الكريهة بالنسبة لصابونة كالوليت طريقة استخدامها انهن بنغسل بيها البشرة بتترك الرغوة على البشرة لمدة دقيقتين لتلات دقايق وبعدين بنشطفها بماء فاتر بيفضل استخدام سابونة كالوليت صباحا ومساءا مارتين يوميا طبعا تأثير سابونة كالوليت انه بيدي التأثير بتاعها انذاس بات يعني بتدينا التأثير على طول بالنسبة لحبوب الشباب طبعا في انذاس بات بنلاحظ بنظارة البشرة حقوية البشرة ما بتظهرش اي حب شباب جديد بالنسبة لعلاج حب الشباب اللي موجودة فده بيظهر في خلال اسبوعين لتلات اسابيع من استخدامنا للسابونة بنلاقي ان الحبوب هدية خالص وطبعا بنضمن حضراتكم عدم عودة الحبوب دي مرة اخرى طبعا سابونة كالوليت هي مرخصة من وزارة الصحة المصرية وزي ما قولنا هي الحل الامثل لعلاج حب الشباب وكمان القضاء عليه تماما وضمان عدم عودته مرة اخرى وكمان علاج زيادة التعرق او فارد التعرق اللي بنسميه الاكساسف سويتنج التاني مكون هنتكلم عليه النهاردة هو لوشن وايت ويلو لوشن وايت ويلو هو الحل السحري والاكيد والفعال لتفتيح البشرة طبعا لوشن وايت ويلو هو كمان الحل الاكيد لعلاج تصبغات الجلدية اللي موجودة في البشرة البقع الصمرة اللي موجودة في البشرة سواء كانت في منطقة البكيني او في الاندر ارمز او في اي منطقة في الجسم بيقدر لوشن وايت والو إن هو يعالكها برضو لوشن وايت والو هو الحل الفعال والأكيد لعلاج الهالات السودة اللي بتظهر تحت العين وكمان علاج النمش لو فيه نمش في البشرة أو في الجسم علاج الكلف وكمان لوشن وايت والو لتأثير مرتب أو إيموليونت إفكت لعلاج التشقوقات اللي ممكن تبقى موجودة في أي منطقة في الجسم سواء كان الكوع أو الكعبين هنتكلم دلوقتي على مكونات لوشن وايت والو أول مكون من مكونات لوشن وايت والو هو الليكريش إكستراكت الليكريش إكستراكت ده بيشتغل على الخلايا الجلدية بيشتغل على الميلانين اللي موجود في الخلايا الجلدية فبيقل الإفراز الميلانين وبالتالي المنطقة بتظهر فتحة طبعا إحنا عارفين كلنا إن الميلانين كل ما بيزيد الإفراز بتاعه كل ما بتظهر المنطقة غمق فلقينا إن الليكريش إكستراكت أثبتت الأبحاث ان الليكرش اكستراكت بيشتغل على الميلانين بيقلل افراز الميلانين فبالتالي المنطقة بتظهر فتحة وكمان الليكرش اكستراكت ليه ميزة مهمة جدا انه بيعمل على توحيد لون البشرة يعني تظهر كلها بلون واحد من غير اي تصبغات جلدية من غير اي بقع غمق تاني مكونات اللوشن وايت والله هي الكوجيك اسد الكوجيك اسد دي مادة طبعية 100% مستخلصة من نبات الفطر او المشروم الكوجيك اسد كمان بيشتغل على الميلانين اللي موجود فيه الخلايا الجلدية بيقلل افراز الميلانين فبالتالي المنطقة بتظهر فتحة من غير اي تصبغات جلدية من غير اي بقع دكنة وكمان الكوجيك اسد بيعمل على توحيد لون البشرة يعني البشرة كلها بتطلع بلون واحد زي ما قلنا من غير اي بقع من غير اي تصبغات جلدية في مكونات اخرى موجودة في اللوشن وايت والله هي التيتانيوم دايوكسايد احنا عارفين ان التيتانيوم دايوكسايد هو عبارة عنه بيحمي الجلد تماما من الاشاعة الشمس الضارة اللي هي الالترا فيولت ريز اللي هي الاشاعة الفوق منفسجية التيتانيوم دايوكسايد ده بيبقى من ضمن الانجريدينس الموجودة في اي سان بلاك فاحنا عندنا كمان لوشن وايت والله بيعتبر زي سان بلاك ممكن نحطه قبل ما ننزل الصبح لانه زي ما قلنا بيحتوي على تيتانيوم دايوكسايد اللي بتحمي البشرة من الاشاعة الفوق بنفسجية اللي بيبقى لها تأثير ضار جدا على البشرة بتهدم خلايا الجلد وبتهدم خلايا البشرة فبنلاقي ان لوشن وايت والله بيقدر انه يحمي البشرة من الاشاعة الفوق بنفسجية اللي ممكن تدور البشرة جدا بالنسبة لي مكونات اخرى موجودة في لوشن وايت والله وهي مكونات مهمة جدا وهي دي اللي بتدي التأثير المرتب اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو بيعالج تشاؤقات القدمين او الكعبين او تشاؤقات الكوع فبنلاقي انه لوشن وايت والله فيه البراثن اويل والساليكون اويل والويت جيرم اويل وكمان فيتامين سي وفيتامين اتش وفيتامين اي كل المكونات دي بيبقى ليها ايمونين افكت او تأثير مرتب بيقدر انه هو يعالج التشاؤقات اللي ممكن تظهر في الكعبين او في القوع او في اي منطقة بنسميها السكين كراكس ففعلا لوشن وايت والله بيدي نتيجة هيلة جدا في علاج التشاؤقات طبعا ما ننساش برضو ان لوشن وايت والله بيبقى فيه فيتامين اي وفيتامين سي وطبعا دي الفيتامينز مهمة جدا للبشرة بتعالج مشاكل كتيرة جدا للبشرة بتعمل على توحيد لون البشرة يعني فيتامين اي وفيتامين سي بيقدر انه يوحد لون البشرة بتظهر كلها بلون واحد من غير اي بقع من غير اي تصبغات جلدية وكمان فيتامين سي بيدي نضارة للبشرة حيوية للبشرة ودايما بيظهر البشرة فيه بشكل اكثر طفولي او بشكل شبابي اكتر طبعا نظرا لوجود قولنا فيتامين اي وفيتامين سي بالنسبة للوشن وايت والو زي ما عودناكو دايما كل منتجاتنا حاصلة على تصريح من وزارة الصحة المصرية وبكده نوصل لنهاية فقرة كل الجمال اتمنى ان احنا نكون افدناكو في انتظار اي اسئلتكو او ملاحظاتكو على منتجاتنا طبعا زي ما انتو عارفين المنتجات كلها بتطلب من الارقام اللي بتظهر على الشاشة ما بنزلش في اي ماركت تاني وزلك منعا للغش والتزوير التجاري وكمان التسهيل لراحة العملة بنوصل لكو كل المنتجات لحد البيت في اي محافظة بس بتتصلوا على الارقام اللي ظهر قدامكو دلوقتي على الشاشة واتمنى اكون افدتوكو وفي انتظار اسئلتكو وملاحظاتكو على اي حاجة تحبوك اشتركوا في القناة هدين اتغير مع يومنا في كل مكان النهاردة عندنا اكتر من فقرة لكن فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا هنتكلم فيها عن احدث حاجة في مجال جراحات السمنة المفرطة الحقيقة المجال ده في تطور مستمر يعني يمكن هنتكلم كمان عن التكميم المعدل هنتكلم عن تحويل المصار هنتكلم عن السياحة العلاجية وازاي بقينا قبلة في عالم جراحات السمنة المفرطة لجميع جنسيات العالم فما ينفعش ان احنا نتكلم عند كله الا لما يكون معنا ضفنا العزيز والصديق العزيز اللي بسعد بلقاءه جدا جدا والحقيقة بينتظروا كثير من السادة المشاهدين دكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير بتطبعين شمس ومدرس جراحات السمنة والسكر بتطبعين شمس وزميل كلية الجراحين الامريكية وزميل الكولية الملكية لجراحين لندن وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر يا اهلا يا دكتور كريم اهلا وسهلا انا دايما بقول اذا زكرة المهارة الشديدة زكرة دكتور كريم صبري اذا زكرة الانسانية والضمير في العمل زكرة دكتور كريم صبري فيعني انت النهاردة جايب لنا بقى الجديد وانت دايما بتجيب لنا الجديد ايه احدث حاجة في مجال جراحات السمنة المفردة دكتور كريم بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضراتك والسيدة المشاهدين الحقيقة طبعا أن كل يوم فيه جديد فيه جراحات السمنة والسكر جديد على مستوى التقنيات اللي هي بنشتغل بيها المناظير اللي هي الهي ديفينيشن الدبسات اللي هي الباورد اللي هي يعني فيه دلوقتي دبسات مستخدمة فيه إجراء عملية تكميم أو تحويل باورد تدوس على زرار بتقطعه وتدبس بنفس الوقت يعني فيه طبعا على المستوى اللي هو يمكن المناظير فيه مناظير دلوقتي 4K يعني فيه حاجات يعني أدفانسد بتقلل وقت العملية بتزود السيفتي أبتو إنه هو بيوصل إن شاء الله يعني بيوصل لمية في المية بدون مشاكل خالص بنسمع عنها يعني في مجال جراحات السمنة والسكر يعني عايز أقول إن على المستوى التقني أو العاملي فيه جديد دايما على مستوى المستخدمات الطبية وفيه جديد بالنسبة لأنواع العمليات المستخدمة زي تعدلات مثلا على تكميم المعدة تكميم المعدة الناس بتخاف من تكميم المعدة يعني ربما يكون فيه هناك في بعض الأماكن مشاكل منها لأنه إحنا عدلنا عليها دلوقتي وبنعمل يعني ما بنسيفش بقى التكميم اللي هو بيعالج عمليات اللي هي بيعالج السمنة المفرطة بنعمله بالمنظر إحنا بنعمل عليه تعديل دلوقتي لمنع التسريب ومنع النزيف بنخيط طبقة دهنية تانية فوق طبقة الدبابيس اللي هي المستوضمة بحيث أنها تقلل من فرصة أي مضافات زي كافر يعني دكتور؟ زي كافر تاني طبقة تانية يعني الدهون اللي هي اللي احنا فصلناها عن المعدة اللي هي الموجودة بعد عزل الجزء الكبير منها بنعيد خياطة الجزء اللي هو اللي في دبابيس الدبابيس بحيث أن احنا بنسيفش الأمور لزرور لأي زرف اه طبعا يعني احنا ممكن نقول أن احنا لو حصل تسريب أو حصل حاجة ما بعد العملية بيبقى سببها أن احنا قد يكون دبوس فكة أو حاجة لا احنا بنسيفش الأمور لزرور ده بنعمله في التكميم وبنعمله في تحويل مصار المعدة المصغر أو لتحويل مصار المعدة التقليد طيب هل في احتياطات بقى وجبة لمنع المضاعفات يمكن دي من ضمن الاحتياطات اللي انت قلت عليها دلوقتي اللي بتعملوها في عمليات التكميم أو في عمليات التحويل طبعا يعني احنا طبعا عارفين كلنا أن عمليات السمنة المفرطة هي مجموعة عوامل إذا توفرت مقابل العملية وأثناء العملية إن شاء الله السيفتي خلاص ستبقى 100% بإذن الله الاحتوالات للوجبة احنا بنحضر المريض تحضير مصبوط يعني كل يعني أي شك فيه أي مشكلة في القلب ومشكلة في الصدر مشكلة فيه يعني أي أجهزة تانية في الكابد احنا بنصلح قبل العملية وبنعمل التحويلات الكافية ما قبل العملية لأنه طبعا المريض السمنة ده يعني هو عايز يحسن لايف ستايل بعد العملية مش هايز يدخل في مشاكل يعني هو وإذا تحسن موضوع السمنة هيتحسن كل حاجة قلبه هيرتاح ضغطه هيرتاح سكره هيرتاح فهي بداية للتحسن بالضبط احنا بقى عايزين نحسله الأمور دي عشان كده احنا بنجهزه العامل الأول احنا لازم نجهز العيان مقابل العملية كويس جدا جدا أثناء العملية فيه كذا عامل برضو مهم جدا العامل الأول اللي هو الجزء التقني يعني احنا دايما بنقول وبقول كل الطقم معنا ان احنا العيان اذا اخد الفول كير في أثناء العملية هو خلاص يعني الضربة الأولى أثناء العملية صحيح ديته لو عملية معمولة بتقنية عالية واحترافية شديدة خلاص انت بعد العملية ان شاء الله لو حتى ما تبعتش بعد العملية ان شاء الله تبقى كويس طبعا احنا مش بنشجع الناس ما تبعتش بعد العملية لكن احنا بنقول الجزء الأكبر هو أثناء العملية عملت عملية كويسة ان شاء الله تبقى كويس حتى لو ما تبعتش فترة نقاطك هتبقى قلية هتبقى أحسن مزبوط عملت عملية بقى يعني طبعا مش مزبوطة أو مش بمهارة عالية أو مش بتقنية عالية طبعا حتى لو تبعت بعد العملية أكيد هيحصل لك مشاكلة والله دكتور أنا دايما بقول اسألوا عن نتائج يعني قبل ما تروحوا لأي حد اعرفوا نتائجه عاملة ازاي شوفوا مرضى بعض العمليات شكلهم ايه أنا بقى معايا تقرير دلوقتي لأحد حالتك واللي بتتكلم عن نفسها أنا دايما منبهر بالتقرير بتاعتك دكتور الحقيقة خليل نروح نشوف التقرير ونرجع مع السادة المشاهدين السلام عليكم أنا اسمي هشام زكريح جازي طبيب بشري قررت عمل عملية تحويل مصار المصغر عند الدكتور كريم في يوم 15-4 سنة اللي فاتت يعني بتاعة 8-9 شهور وكان وزني قبل عملية 130 كيلو وده يوقتي بقيت 87 تقريبا وصراحة كان عندي السكر باخد إنسلين وحبوب تانية المرض ده وكان عندي صعوبة في النوم وتنافس أثناء النوم وكان صعوبة في الحركة ومراسة في الرياضة والأمور كلها بتاعت الهويات والحاجات الحياة اليومية بالإضافة لصعوبة في إيجاد اللبس المناسب والحاجات دي العملية دي أنصح بيها أي حد في الظروف بتاعتي ودلوقتي باكل كل النفسي فيه وباخد طبعا شوات فيتامينات من بشكل يومي أو من آن لآخر يعني وعندي نشاط زايد رجعت الوراء يعني 20 سنة تقريبا وبقيت جسمي صحيات كويسة بشكل عام ووزني مناسب ومعنديش أي مشاكل طبية خالص يعني صراحة واخدش غير فيتامينات بس فأنا شاكر جدا وممنون للدكتور الكريم وبنصح أن اللي عندهم نفس حالتي أنهم ما يترددوش أن يعملوا عملية دي اشتركوا في القناة دكتور كريم انتنا احنا شوفنا دكتور هشاب وهو طبيب بطني قد إيه الفرق بين قبل وبعد بس أنا عاوز أتكلم عن حاجة تانية يعني احنا بس أو انت ما بقيتش بس ليك جمهور في مصر يعني انت ليك جمهور كبيرة جدا من الخليج العربي الإخوة الأشقاء ودي حاجة بتساعدنا لأن احنا فعلا سياحة العلاجية عندنا انت دكتور كريم وأمثالك من الدكتور المحترمين الحقيقة بيعملوا على تنشطها بشكل كبير جدا فاتكلمني شوية عن الموضوع ده الحقيقة طبعا احنا تقريبا يمكن 60% من العينين بتوعنا في الفترة دي فترة الأجهزات بيكون جيين من الخليج الحقيقة طبعا احنا بنقدم كل التسهيلات اللي احنا يكون بيها المريض عارف الخطوات اللي السبس بتاعته اللي هو من أول ما يسافر لحد ما ييجي المطار بنستقبله بنعمله العملية بنرجعه تاني الفندق بنحجز له الفترة اللي هي الزمنية لقضية مصر بفيه سكيديول معمول وقبل ما بييجي بنكون مجهزينه عشان نكون عارفين إذا كان فيه يعني تقريبا بنبقى عملين له كشف يعني ما قبل السفر يعني بحيث إذا كان عنده مانع من إجراء العملية ما يجيش يسافر بقى ويرجع تاني لكن بنديله حقه مصبوط قبل ما يجينا مصر يعني الفترة بيكون عايتها في مصر بيبقى ماشي في خطوات في تريك لحد ما يسافر مرة تانية ما بنسبش الأمور للظروف بحيث أنه هو بيقعد الفترة الكافية بيعمل أشعاته قبل العملية يعني ما بعد العملية برضو منطمن عليه بياخد البرنامج بتاعه اللي عمشي عليه بعد شوية التواصل بيكون بصورة سهلة ما بعد العملية خطوات سابتة يعني بالنظمها اللي بحيث أنه ما يبقاش سايب الأمور للظروف أكيد الموضوع بيبقى أسهل بكتير لما يبقى عارف الدنيا بتاعته هتمشي ازاي وهياخد وقت تأدئيه أنا بشكرك دكتور كريم صبري على وجودك كما معي النهاردة ضيفي العزيز دكتور كريم صبري فقرتنا دي خلصت لكن لسه عندنا فقرات تانية كتير انتظرونا أستاذة سميرة كانت بتعاني من أثار التقدم في السن وإعلان للمركز الطبي على التلفزيون هو اللي غير حياتها للأفضل أنا بقالي فترة بعاني من تجايد في الواقع وهلات سودة تحت العين رحت لدكتور كتير ما فيش نتيجة وآخرين وانا قدامي التلفزيون شفت إعلان المركز الطبي جيت على طول هنا ويا رب يكون في نتيجة كويسة أنا بقالي أسبوع عام لأول جلسة وشايف نتيجة مؤفقة حتى كل اللي شافوني من أصحابي وجراني قالوا إن المركز الطبي ده هايل ونتيجته حلوة وإن شاء الله أكمل بقيت الجلسات أنا دلوقتي خلصت كل الجلسات بتحتي ولقيت نتيجة موفقة وهايلة جدا وأنا بنصح كل الناس اللي عندهم الحالات اللي كانت عندي يجوا لمركز الطبي وحيشوف نتيجة هايلة جدا وموفقة بإذن الله قصص نجاح المركز الطبي كتيرا بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب يمكن من أكتر الحاجات اللي ممكن تدايق أي رجل أو أي سيدة إن حد يبصه فشه أو وشها يقول لها أو يقول له إيه دا أنت شكلك كبر قوي مالك متغير فيه إيه وخاصة بقى لو كانت بنت أو سيدة بتبقى دي الشرارة اللي بتخليها كل خمس دقايق تروح تبص في المراية وما بتبقاش مبسوطة عن نفسها خالص وبيصيبها هاجس فظيع وإن هي ما بقتش حلوة مش شكلها ما بقاش كويس إن هي مش واثقة في نفسها وخاصة لو كانت الموضوع بقى شوية تجايد طلعت أو شوية مش كرمشة مش عارفة إيه أصلي الحاجات دي ممكن تصيبنا كلنا لو شوية إرهاق ممكن يعملوا كده لو شوية حالة نفسية مش كويسة ممكن يعملوا كده قاوي ويخلوا السن شكله أكبر طبعا لو خاصتي بشكل كبير أو خاصتي بشكل كبير ممكن تطلع لك تجايد وتطلع لك ترهولات وشكل وشك يتغير فده وارد إنه يحصل للناس كلها بس بتبقى صعبة جدا على النفسية لما الناس بقى تبدأ تلاحظ ده دلوقتي مجال التجميل تطور بشكل كبير جدا بقى فيه تقنيات حديثة بشكل كبير جدا تقدر إن هي في دقايق قليلة قوي تخفي العيوب دي كلها تحسن من الكواليتي ومن شكل الجلد بشكل كبير هنتكلم عنها النهاردة كلها ونعرف بتتعامل إزاي والسن المناسب لها مع ضفنا العزيز اللي منورنا النهاردة دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الوجه والأنف بالمركز الطبي إزايك دكتور هشام؟ الحمد لله عامل إيه؟ الحمد لله يعني أصعب حاجة إنه مثلا حد ما يبقاش شاف حد بقاله كتير ويبص في وشه كده يقوله فيه إيه؟ انت متغير كده ليه؟ انت زعلان؟ انت شكلك كبير؟ هو طبعا مش من اللطيف إن احنا نقول لحد كده بس يعني بتحصل لو قريبين من بعد قوي أو العلاقات قوية ممكن ده يحصل فطبعا بنصب الإحباط لما بنسمع كده خاصة من الستات صحيح خاصة السيدة ورجال والله دلوقتي كمان بقوا بيهتموا يا دكتور هشام شعبان أنا حابة أن أتكلم في البداية عن تجعيد الوجهة أو الخطوط اللي بتظهر أو الكرمشة اللي بتحصل ده ممكن يحصل ليه؟ وهل لي علاج سريع وفعال ولا لا؟ طيب بصي هو لازم نتفق إن علاج أي مشكلة لو كل ما بدرنا في علاج المشكلة المشكلة دي بتختفي وما بتظهرش أو بتتأخر في الظهور لمدة طويلة فإحنا كل ما عملنا عالجنا المشكلة بدري كل ما المشكلة بتنتهي على طول موضوع السن الطبيعي إن الكرمشة دي بتظهر فيه في السن الكبير للأسف هي دلوقتي ما عادش بتظهر في السن الكبير بعد بتظهر فيه ناس في شباب وعمار 18 سنة والحاجات دي طيب إيه الأسباب بتاعت التجعيد والحاجات دي أسباب كتير قوي منها عوامل خارجية اللي هي البيئة اللي احنا عايشين فيها العادات الغذائية الرجيم الحاجات دي التفكير الحالة النفسية والتفكير والحاجات دي بقت بتخلي الموضوع التجعيد والحاجات دي بقى يظهر في سن فعلا صغير جدا دلوقتي يعني الموضوع ما عادش مرتبط بسن كبير ده العيال في السنوية العامة شكلهم بيعجز خمسين سنة وقت المذكرة والسترس طبعا طبعا هو دلوقتي المجتمع والسرعة والحياة اللي احنا عايشين دلوقتي بتخلي كل الناس تفكر معادش الموضوع مرتبط بالناس كبيرة بس ولا الناس صغيرة لا الطالب دلوقتي في السنوية العامة أو يمكن اصغر من كده يعني بيشيروا الهم اه بيفكر نظام بتاعها الجديد مش عارف ايه طبعا هادخل ايه طبعا هنعمل ايه في مستقبلي في الحاجات دي كل الحاجات دي بدأت فعلا تخلي الموضوع التجعيد والتغيرات شكل البشرة والحاجات دي بيظهر في سن صغير جدا فكل ما علينا المشكلة بادري كل ما المشكلة بتتأخر خالص في الظهور وبتختفي طيب السن اللي نبدأ منه يعني في ناس عندها مثلا فاكرة انه الحاجات دي بتاعت الكبار في السن اه مش انه لو طلعت لي مشكلة انا الحق اعالجها عشان ما تتفقمش لمشكلة واتطر اعمل تقنية اكبر او اصعب او تاخد وقت اطول اه السن المناسب امتا وهل في سن مناسب ولا انا عندي مشكلة يبقى لا اهو ما فيش سن مناسب ولا حاجة انا عندي مشكلة بحلة يعني الفكرة بقى مش ان انا لا استنى للسن معين اصلا احنا مش منتكلم في حاجة فيها نمو وخلص انت بدم المشكلة ظهرت لا بتبتدي تعالجها وبعين فيه عندهم فيه ناس عندها تفكير غلط ان هو بدم بدأ يعالجها لازم هيستمر عليها في حياته كلها لا طبعا انت بتعالجها بعد كده المشكلة دي اصلا بتصغر مش بتكبر يعني انا لو حقنت بوتوكس او فيلر من الاخر يعني خلينا نوضحها لهم لست ده المشاهدين الناس بتقولك ايه ان لو حقنت بوتوكس او فيلر حفظ البقت طول عمري احقن بوتوكس وفيلر وانا مش عاوز اتعاود على الموضوع لا الموضوع مهوش تعاود خالص الموضوع ان انت كلما بتبتدي تعالج المشكلة بدري المشكلة دي بتختفي اساسا يعني وممكن ما تحتاجش ان انت تعمل اي حاجة بعد كده يعني ان احنا عالجنا المشكلة بدري خلاص انت المشكلة راحت بتتأخر جدا في الظهور مرة تانية مش ان انا خلاص بقت عادة ولازم اعملها هنا مثلا بحقن بوتوكس كل مثلا ست شهور والكلام ده لا انا ممكن احقن وبعد كده الموضوع بيطول خالص عشان احقن المرة التانية نفس القصة في الفلر الفلر مجرد انا بتتتحن بدري خلاص الموضوع بيختفي ومعادش بيظهر تاني او بيتأخر جدا في الظهور لكن انا لو معلقتش المشكلة لا المشكلة بتتفاقها متجبر وبعالاجها ان انا احتاج حاجات تانية اصلا وتقنيات تانية كمان اكبر من الحاجة البسيطة اللي احنا كنا ممكن نعملها في الاول يعني هو البوتوكس والفلر اقدر اقول ان هو ادالي العلاج طبعا ولا ادالي التجميل فقط لا هو علاجي على فكرة احنا ممكن البوتوكس ده لقوا استخدامات كتيرة جدا مش شرط الخطوط والتجاعد والحاجات دي لا احنا مستخدم البوتوكس كحل علاجي في حاجات كتيرة جدا منها زيادة التعرق في الايدين والاندر ارمس والحاجات دي الحل اللي امثل لها حقن البوتوكس الناس اللي عندها صداع مزمن بيستمر معهم فترات طويلة بحقن بوتوكس وبيديهم نتاج كويسة جدا وبيتحسن المشكلة عندهم فمش شرط ان هو تجميل لا هو علاجي في الاول طيب احنا يمكن معنا صور هنعرضها مع السادة المشاهدين دلوقتي دي للبوتوكس افتكر اه دي الخطوط الجابها دي طبعا دي مشهورة جدا ومعظم الناس بيبعون دها الخطوط دي من التفكير والاكتئاب والحاجات دي فبتظهر ما عندهم الخطوط دي كتير قوي ودي برضو نوع من الخطوط تانية اللي بتيجي حوالي العين اللي هي اسمها رجل الغراب دي مكتر الدحك ولا ايه دكتور دي بتيجي مع الدحك يا سبحان الله حتى الواحد اللي ببيضحك ما بيسلمش برضو بس دي من الحاجات اللي بتدي نتاجك حلو قوي من حال البوتوكس بتختيف تماما يعني وفعلا احنا بنقعد فترات طويلة جدا عشان نحننها مرة تانية طيب في سور تانية معنا دي اللي هي دي الاكتر حتى بقى كل الناس بتشتكي منها منطقة ال 111 دي اه دي بقى مع التكشيرة دي مع التكشيرة يعني واحدة مع الدحك وواحدة مع التكشيرة دي مع التكشيرة ودي بتتحقن وبتدي نتاجك كويسة جدا بس دي بقى احنا ممكن نعمل فيها بوتوكس ولو الموضوع ما استجابش للبوتوكس بممكن نحننفقها فيلر بتعرف بامتى انه استجاب او ما استجابش نتيجة بتبقى وقتية لا الفيلر البوتوكس احنا بنحقن والنتيجة بتظهر في خلال من 7 ل 10 تيام لو لقينا لسه العضلة فيها حركة او لسه النتيجة مش مرضية بعمل ريتوتشنج لها وبحقن مرة تانية طيب لو ال 111 دي كتعميقة لدرجة ان احنا البوتوكس مش مؤثر معاها الحل اللي بعد كده ان انا بحقن فيها فيلر الفيلر بداية تحسن سريع ووقتي طيب دي من الحاجات برضو اللي البوتوكس بيعالجها اه دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي زيادة التعرق ودي طبعا في الصيف دلوقتي ده المشكلة الكبيرة دلوقتي في الصيف الحر مع الناس اللي اصلا عندهم قابلية التعرق الشديدة دي بيبقى الموضوع عندهم يعني بيديهم لدرجة ان هم فعلا بيأثر على حياتهم طيب ده هو ده ده التكنيك بتاع الحقن بتاعها ان احنا بنحدد نقط معينة في الاندر ارب وببتد حقنها والحقن بتاع البوتوكس في الاندر ارب ده فعلا بيستمر معاك من 12 ل 15 شهر يعني تقريبا سنة وشوية كمان ان ده الموضوع ده بيختفي معاك تمام طيب اللي بعدها يا جماعة ده ده حقن البوتوكس في منطقة الرقبة فيه الناس اللي هم عندهم الخطين اللي ظهرين اللي احنا بنقول عليها رقبة الفرخة دي بس دي بتكبر في السنة قوي يا دكتور بيبقى الشكل كبير طبعا ودي بتيجي مع الناس اللي برضو اللي فقدوا وزن بسرعة وفيه طراهل في الجلد فبتظهر عندهم الحل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحقنها بوتوكس وبيدي فاق نتاك حلوة اوي ازا البوتوكس من الحاجات اللي لها استخدمات كتير جدا ويعني نتايجها بتبقى كويسة ونتايج بتبان بتاعتها بعد ايه سبوع من سبع لعشر ايام من سبع لعشر ايام فيه الجامي سمايل الناس اللي عندها مشكلة اللسة لما بيجي يضحك تلاقي اللسة عنده بتظهر ودي مشكلة بتيجي بتأثر على ناس كتير اوي بتدايقوا من درجة ان هو ميرداش يضحك عشان اللاسة عنده متظهرش او يحط ايدو على اه او يحط ايدو على دية البوتوكس بيدي فاق نتاك حلوة جدا ومفيش فيه اي مشاجر خالص يعني طيب خلاني اتكلم بقى عن الفيلر شوية استخدامات الفيلر وازاي فكرة الناس اتغيرت عن الفيلر زمان كانت تفاكرة انه الفيلر بقى شفيف كده وخدود كده ومش عارفة ايه يعني الوش هيبقى معالمه متغيرة بصي الفيلر تطور من الفترة اللي فاتت ديت لدلواتي حاجة تطور كبير جدا الاول كان فيه فيلر دايم وبيعمل مشاكل وكده لا الفيلر دلواتي بقى اكتر امان بمراحل من ايام زمان بقى بتستخدميه في ربع ساعة بالضبط بتخلصي الجلسة بيديدي نتاك كويسة جدا معادش فيه اي مشاكل الكلام اللي كان بيطلع على موضوع الفيلر ايام زمان ان هو بقى ممكن يعمل سرطنات والحاجات دي انتهى تماما لان المواد اللي بقى بتعمل منها مواد طبيعية 100% ما بتتفعلش مع الجسم بقى بالعكس ان هي بتحسن شكل الجلد كمان لان الفيلر مش مجرد ان هو انا باملى بيه مكان لا الفيلر بيدي نضارة وبيخلي الجلد شكله كويس جدا فيه فيلر احنا بنستخدمه ان احنا نعمل نضارة بس يعني انا مش عاوز ده املى يعني هو فيه فيلر مش بيملى اه فيه فيلر ما بيملاقش بيهم نضارة بس بنعمله في الوش وبيدي نضارة كويسة جدا وبدون اي عراض جانبية خلص الفيلر بقى له استخدامات كتير جدا مش مجرد ان انا باملى بيه مكان مثلا فيه دي فوق او كده لا انا وانت ممكن ارفع الحاجب بالفيلر ممكن بحقن منطقة التمب المنطقة ديت اللي فيه ناس بيبقى عندهم اللي بيخسوا وكده فالوش اكتر حاجة بتظهر فيها الخصصان فبيظهر عندهم المنطقة دي فارغة انا بحقنها فيلر وبتدي نتاج كويسة جدا وبتقعد مدة طويلة جدا دايب خلينا نشوف صور كمان لحقنا الفيلر واحنا بنتكلم كده دكتور ريشيم اه 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 ده ايه ده النيزوليبي الفولد وده من الاكتر حاجة بتظهر في روش الانسان تبص الواحد لايه فيه خط جدا ماشي جنب بقه ده بيتحقن فيلر وبدي نتاج في ساعتها يعني مش بيحتاج بها ان انا استنى ولا لا بدي نتاج في ساعتها اونس بوت وبيتحقن ببنجي موضعي ومش مؤلم ومفيش في اي مشكلة خالص وبدي نتاج حلو قوي شوفي ده ده بيفور وافتر ده الماريونت لاينز ده بتتحقن بوتوكس وبتتحقن فيلر كمان لما الخط يكون عميق شوية فبحقنها فيلر معيه اوكي ده اللي دير تريف تراف اللي هي المنطقة اللي تحت العين اللي بيبقى فيها الغيرة جوة شوية ديت بتدي نتاج حلو قوي مع الفلر وبيستمر مع موضة طويلة جدا لانه هو المنطقة دي ما فيهاش حركة فالفلر بيدي فيها نتاج حلو قوي اللي على الشمال ديت بيفور والعلمين الأفضل الشفايف الشفايف ديت الفلر بيدي نتاج هيلة فيها بيعمل كنتورينج وبيعمل فوليوم وبيدي نضارة للشفا نفسها فيه ناس بيبقى الشفا دي عندهم عبارة عن خط كده مش ظاهر الحل الأمثل ليها الفلر ماللوش حل تاني غير الفلر بيدي بنعمل كنتور للشفا بنحدد شكل الشفايف بنيدي فوليوم بنيديها نضارة والطوبة ظاهرة وشكلها كويس ومفيش فينا اي عراض جانبية خالص طيب الفلر بقى ممكن يستخدم مع حاجات تانية يعني ممكن تدمج الفلر مثلا مع بلازمة مع بوتوكس طبعا مفيش اي مشكلة خالص لا مفيش اي مشكلة خالص الفلر مادة بتملى وبتدي نضارة وبالعكس احنا كمان ممكن نستخدم الفلر مع الهايفو يعني احنا ممكن نعمل جالسة هايفو بنشد الوش ونخليه في نضارة ونحقن فلر كمان لو لسه فيه ديفوات ظاهرة او فيه اماكن محتاجة نحنا نملاها شوية بنعملها بالفلر احنا ممكن نرسم الخط بتاع الجولاين ده بالفلر بالفلر ولا بالبوتوكس بالفلر بنعمله بالفلر وممكن بتعمل بالبوتوكس في درجات معينة لكن لما يبقى درجات كبيرة لازم نتحقن فلر بنحقن فلر في المنطقة دي فبنشد على الخط نفسه بتاع الجولاين الناس اللي عندهم الكلكعتين اللي هو الجولز في المنطقة ديت ده الفلر الحل كويس لهم جدا فبدي بدي يشد بدي شكل للجولاين لو خط الفك ده وبيرسمه يعني هو الفلر بينحط كمان بينحط اه اه طيب ده استخدام كمان غير الاستخدامات التانية بعد اه بصدبط يعني احنا مش بنكلم هو مادة ملقة بس لا احنا بنشد بيه الوجه وبنشد بيه الجلد عن طريق نحقن بطريقة معينة فبيدي نتائج حلوة اوي طيب البلازمة ويمكن البلازمة دلوقتي يعني تلت اربع الناس بتعملها لانه نتائجها لطيفة جدا وبدي يعني حاجة امينة قوي وان الناس حتى اللي مش عايزة تحقن او عايزة تعمل ممكن تعمل بلازمة بالضبط بتعملها مع الفلر مش كده بتعملها مع الفلر لا احنا كمان ممكن نعمل حاجة تانية احنا ممكن نحقن بلازمة اللي فيها عينين اول مرة يحقنه فبيبقوا خايفين من كلمة فيلر فانا ممكن نحقن له بلازمة في الاول اواري له شكله هيبقى ايه بالحقن وبعد كده نحقن له فيلر لان البلازمة الجسم بيمتصها مابتعدش فترة طويلة بس لما بعم تيست كده يعني اه بوري له الشكل بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي بيبقى مبسوط جدا بالنتيجة اللي هو شايفها احنا بنحقنه بقى فيلر بعدها عشان تبقى نديه النتيجة النهائية لكن البلازمة لها استخدامات كتيرة جدا غير موضوع كمان اللي احنا بنقول الانتست ده نعمل بها نظارة وبنعمل بها بنحقنها في الوش وبنحقنها في الشعر فبتدي نتاك حلوة قوي طيب خلينا نشوف صور البلازمة وازاي بتتعملوا ايه فكرتها يا دكتور هشام علشان بردو يعني معظم الناس عملتها بس فيه ناس لسه ما تعرفش دي شكل الانبول اللي احنا بنفصل فيه البلازمة البلازمة هي الدم نفسه بتاعنا بناخده بنحطه في انبوبة بنفصل المكونات بتاعته طب انا هستفادي طب ما هو قريدي موجود عندي الدم ده لا انا بزود الصفايح الدموية لدرجة كبيرة جدا بتوصل لعشر وخمستاشر مرة الصفايح الدموية دي فيها حاجة اسمها جروس فاكتروز اللي هي عوامل نمو اللي هي الناس بتقول عليها اللي هي الخلاجة زائية هي مش خلاجة زائية هي عوامل نمو بتحسن من نمو المنطقة اللي انا بحقنها فيها فبالتالي ان هي بتصرع بتعمل نظارة للبشرة اللي مبنحنها في الشعر بتصرع نمو الشعر فهي دي الفكرة بتاعت البلازمة هو حاجة انا باخدها منك وبعمل لها تعديل وبحنها لك مرة تانية في صورة تديكي فايدة كبيرة جدا وما فيش منها اي اعراض جنبية لان هو الدم بتاعك الدم باخده منك وبرجعه بعدين دي بتتحقن في الشعر كمان بتتحقن في الشعر انا بتصرع نمو الشعر وبتقلل تساقط الشعر وبنامل بها كرصات كاملة بالحقن الفكرة بقى في البلازمة اللي بتختلف بقى من مكان لمكان ودي تلازم يعني اتكلم عنها في ناس انا فعلا ساعات فيه ناس تقولي ايه يعني تشوفها تلاقيه الشعر منور من غير ما تقول هيباين عليها ان هي حقنا مثلا بلازمة او الشعر منور ومحلو وفيه ناس تانية تقولي وشي مش باين ده انا عاملة بلازمة اه ايه بقى اللي يخليه فيه ناس تبانى عليها قوي كده ويبقى شكلها حلو وناس تانية ما يبنش عليها الفكرة في الطريط التحضير نفسها. الطريقة التحضير بتختلف على حسب الأنبوب اللي احنا بنحضر فيه العينة نفسها فيه أنابيب رخيصة جدا دي أكنك ما عملتش أي حاجة مجرد أن أنا بحقن الدم اللي أنا خدته منك بحنقولك تاني زي ما هو بالضبط ما فيش فيه أي تغيير خالص فيه أنابيب تانية بتزود صفايحة دموية. كل ما زودت صفايحة دموية في العينة اللي أنا بحقن هالك ديت. كل ما بتدي نتاك حلوة جدا وبتديك ده اللي هي يعني الأدوات اللي بتستخدمها كمان لها تأثير كبير جدا في النتائج. الأنبوبة اللي احنا بنحل فيها البلازمة دي أو بنحضر في العينة فيها أسعار كبيرة جدا وفيها نوايات كتيرة جدا فمش معنى أن أنت جيتي مثلا عيني ويقولك البلازمة ما جيبتش معينة نتيجة يبقى هو الكلام بتاعه هو عمل بلازمة آه فعلت. بس أنت ما تعرفيش البلازمة دي تحضرت إزاي. الأنبوبة اللي استخدم في التحضير ده بيزود كرية الدوية بيزود الصفاحة الدوية لقد إيه. ممكن يكون عمل فيه أنا بيب تمانها جنيه واحد دي طبعا ما تدركيش أي حاجة الدم باخده منك بحنهولك بس في صورة تانية دي ما تدركيش أي نتيجة. لكن البلازمة لو اتعاملت بطريقة سليمة وصح بتدي نتائج حلو قوي صح ويمكن أنت لفت انتباه للنقطة أنه كل تفصيلة في أي تقنية بنعملها بتفرق في النتيجة طبعا. يعني الأدوات المستخدمة الدكتور حاجات كتير جدا بتفرق يعني بالكواليتي بتاعت الحاجة اللي بتضحقن. إيه لأنه فيه خمسين ألف حاجة دلوقتي فلازم أنا أبقى عارفة إيه اللي بتحقن لي ونوعه إيه ومتصنع فيه ودائما تسأل على الحاجة اللي أنت بتاخدها يعني مش مجال أنت رحت مكان وخلاص الدكتور قال لك كلمة. لأ أنت لازم تسأل أنت بتحطي إيه في جسمك لازم ما أسأل على نوعية الفيلم اللي أنا بستخدمه لازم ما أسأل على أنت بتحضر لي أنا بلازمة دي بإيه؟ ده لازم الشخص اللي جاي لازم يعرف الحاجات دي كلها. يبقى عارفة معلومات دي كلها طب خلينا نتكلم على الحاجة مهمة قبل ما فقرتنا تخلص ويمكن إحنا معظم الناس بتعاني منها دلوقتي في الصيف بقى والشمس والهوى والبحر تصبغات الجلد بمختلف أشكالها بقى بقع، نمش، كلف، إيه تاني أثار حبوب كتير كتير قوي يعملوا إيه؟ طبعا هي دي مشكلة الصيف حاليا من دلوقتي معظم الناس جايين بالحروق ديات أو بتغيير في شكل الجلد نتيجة نوع تعرض للشمس فدرات طويلة من غير من يستخدم سونسكرين والحاجات دي ده برضو من التأثير البيئة أو الفصل اللي احنا فيه علينا فيه ناس بتفضل قاعدة في الشمس أو بتخرج في الشمس فترات طويلة جدا من غير مثلا ما تستخدم واقي الشمس ويجي إنه هو الجلد صبغ وحاجات دي ده طبيعي جدا لأن الخلايا بتاعت الجلد بتمتص أشعة الشمس فبيزداد اللون بتاعها بيزيد فبتبتدى حصل تصبغات فيه ناس بتستخدم أدوية معينة من غير ما تكون مثلا عارفة الأضرار بتاعته أدوية دي بتعمل تصبغات في الجلد فيه ناس استخدمت كريمات بطريقة معينة مثلا إحنا بنقوله احنا استكدم الكريم ده نصف ساعة هو يسيبوا الليل كله يزود يعمل تصبغات في الجلد فيه ناس مثلا في الحملة والحاجات دي بيعمل تصبغات في الجلد يعني 100 سبب وسبب للتصبغات الفكرة بقى في الحلول بتاعتها آه احنا ممكن بنعمل تأشير ممكن نعمل جلسات بلازمة كل الحاجات دي بتشيل التصبغات وممكن نعمل تشير الليزر الليزر بيشيل التصبغات بس احنا بنعمل بنقول دايما إيه احنا مش عملنا مش شلنا الصبغة خلاص انت كده بقيت نرجع بقى نعمل اللي كنا بنعمله تاني نرجع بقى نفس الكلام وما نحافظ لأ تا لو ما حافظتش ورجعت لنفس الكلام هترجع لك تصبغة فلا احنا بنعمل بنعمل جلسات بنعمل يعني جلسات ايه بس سريعا عشان نبقى معرفين بنعمل جلسات بلازمة جلسات تأشير جلسات ليزر كل الحاجات دي بتفتح البشرة كل واحد على حسب الجلده او حالته اه الحالة نفسها على حسب نوعية التصبغات ودرجة اللون بتاعت الجلد نفسها لان درجة اللون دي بتختلف على حسب العلاج بيختلف على حسب درجة اللون بتاعت الشخص نفسه في ناس ماينفعلاش مثلا نعمل تأشير في ناس ماينفعلاش نستخدم ليزر فيبقى كل واحد على حسب الحالة بتاعته احنا فكرتنا خلصة بس انا عاوزة قبل ما اختم اقول حاجة كده يمكن شفتها بنفسي معلومة كده على الماشي يعني يا دكتور يشام ما حدش أبدا يحط أي نوع من أنواع البرفانات ويطلع في الشمس ما حدش يأكل حاجة عليها اللمون ويحط إيده على وشه لأنها بتعمل حروق كتس جدا ممكن أنا شوفت دفقة في أحد الأصدقاء يعني بعيده عن اللمون والبرفانات خالص وانتو خارجين على البحر أو في الشمس أنا مشكولك دكتور هشام على وجودك معايا ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان هنروح لفاصل بعد الفاصل فقرة ماسي ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة قدرتها على إعادة شباب البشرة المصدر الشميلة المغير الأموري هو المستقبل الغنية دفيقات كافيا، كولوجين، سيرواميد، واليوميورونيك أسد مازيدورو جولد مناسب للرقال والنساء مازيدورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة مازيدورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة مإمكاني لعبارة لكل طرح الجوال مازيدورو جولد مرخص من وزارة الأولى الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المنطقة الأولى من مرخص من ماسي دورو جولد ستبدو مرخص من حكومة صفحة وفرم ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوث ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب مافيش شك أبدا أنه بشرتنا دي من الحاجات اللي غالية علينا جدا ودايما بنبقى عايزينها تبقى منورة وحلوة وما بتعنيش من أي مشاكل لأن هي أكيد أكيد لو فيها أي مشكلة ده هيأثر على شكلنا هيدينا سئلنا أكبر هيخلي نفسيتنا مش مبسوطة أو مش مرتاحة فلازم دايما نبحث عن كل ما هو جديد ونعرف إيه الجديد نعرف الناس بتتكلم الأيام دي عن إيه إيه الحاجة اللي مكتسحة الأيام دي إيه الحاجة اللي محققة نتائج كويسة جدا على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي يمكن أكتر حاجة عاملة انتشار دلوقتي ما شاء الله واكتساح شديد جدا هو ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة في فقرتنا دي مع ضفتي العزيزة اللي بسعد بلقاءها دكتور دينا نجيب أحد أعضاء الفريق الطبي لشركات ماسي فارم إزايك يا دكتور دينا عاملة إيه وحشتين وإنتي كمان والله عاملة إيه الحمد لله يا دكتور دينا يعني الحقيقة الواحد لما بياخد أجهزة شوية ويرجع يعني بيشوف قد إيه الناس اللي ملاش علاقة بأي حاجة يعني ناس ناس عادية جدا عارفة ماسي مضبوط بيسألوا عن ماسي مش بس هنا في مصر لا ده في ناس بره كمان من الناس اللي عايشة بره عندها خبرة وإحنا بنشوفكم وإحنا عارفين ماسي وإحنا بنتفرج عليكم وإحنا جربنا إحنا لنا ناس اشترت ومبسوطين إحنا عايزين نجرب يعني عارفة بيبقى الحوار كده كله يقيمة جربوا ومبسوطين يقيمة عايزين يجربوا يقيمة ليهم ناس تانية جربوا الفكرة بقى إنه كل الناس بتسأل سؤال هو صحيحة يخلينا شكلنا أصغر عشر سنين من سننا هل ده مضبوط؟ صح إحنا الفكرة في ماسي دورو جولد هو إزاي نده أصغر عشر سنين دي حاجة بتفرق مع الناس كلها لإحنا مع تقدم العمر يعني بيبدأ يظهر عندنا تجعيد فالتجعيد دي أكتر حاجة بتقلقنا على فكرة كستات ورجال يعني برضو رجالة ما يبصوا الناس إيه ده أنا عجزت أو كده لأ بيحصل لهم برضو يعني بيدايقوا أيوة طب فحلو جدا إن أنا طبعا أبتدي إن أنا أهتم ببشرتي في سن صغير قبل ما أنا يعني أقع في مشاكل بقى البشرة إيه التجعيد إيه الخطوط التعبرية إيه التصبغات الجلدية إيه الهالات السودة فميسي دورو جولد يا يومنا بيعالج كل المشاكل دي تماما يعني هو مش بس من مشكلة تجعيد خالص وهو الحلو فيه إن أنتوا عملتوا زي إيه السيكس أكشنز بتوعهم مزبوط عملتوا كذا حاجة حاجة واحدة بتعليكها يعني كذا مشكلة حاجة واحدة هي اللي بتعليكها بالضبط إحنا طبعا هنتكلم باستفادة أكتر يعني إن هو مثلا هو أساسا ما يسي دورو جولد فيه 56 عنصر أيه ف56 عنصر بيشتغلوا على كل مشاكل البشرة يعني مش سايبين حاجة في البشرة اللي زي ما قلت بتجعيد الخطوط التعبرية الهالات السودة كمان مثلا الكلف اللي بيحصل مثلا في فترة الحمل أو بعد الحمل اللي هي أثار حب الشباب فحتى إحنا كنا لسه عايزين نقول إن إحنا قد إيه النماسي حلو جدا أنا أستخدمه في سن صغير يعني ملوش عمر معين يا دكتور الدين خالص هو من سن 18 سنة لإن نماسي دورو جولد يعتبر منتج علاجي تجميلي ووقائي علاجي تجميلي ووقائي طيب يعني حتى الصغيرين يقدروا يستخدموه كوقاية طبعا اللي ما عندهمش مشاكل هيستخدموه كحاجة تجميلية مصبوط اللي عنده مشكلة هيستخدموه كعلاج طبعا طبعا فهو يعني هو أكنه برودكت متكامل أقدر أي حد يقدر يستخدمه صغير كبير رجل سيدة أي حد يقدر يستخدمه وبدون أي مشاكل أو بدون أي أثار جانبية ممكن تظهر عليه ففكرة ميسي دورو جولد أنا ما بستردمه من سن صغير السن الصغير ده مثلا ممكن اللي بيشتكي منه أو كده اللي هو مثلا أثار حب الشباب لأن احنا في السن المراهقة مثلا بيبتدي يظهر عندنا حبوب بعد ما بنعالج الحبوب دي بتبتدي تسيب أثار بنية إيه بسيطة أو بقع بنية فميسي دورو جولد يقدر يشتغل على أثار حب الشباب يعني أنا بقولك دي مثلا البدايات دي أبسط حاجة ممكن يعمل دي أبسط حاجة ممكن يعمل الحاجة التانية مثلا أن احنا مثلا البقع والتصبغات الجلدية والهالات السودة الهالات السودة طبعا هي الهالات السودة بتندرج يومنا تحت البقع والتصبغات لأن البقع والتصبغات والهالات السودة دي بتظهر عندنا نتيجة زيادة إفراز مادة الملانون تمام فإحنا ميسي دورو جولد طبعا من خلال الانجريدينس اللي فيه بيقدر أنه يقلل السبغة دي فبالتالي نرجع للون الطبيعي يخفي تماما كل العيوب اللي تبقى تحت العين سواء الانتفاخات او الهالات السودا طيب هو تعرف بكريم الدهب والدهب فيه بسم الله ما شاء الله بكثافة شديدة جدا الدهب بالتحديد بيعمل ايه الدهب دلوقتي الناس برا بتستخدمه في علاج مشاكل كبيرة يعني امراض امراض كبيرة جدا فاعتقد انه شوية مشاكل في البشرة شوية تجايد وبتاع هيبقى يعني هتختفي هو طبعا ماسي دورو جولد طبعا احنا خلاص بقينا معروفين كريم الدهب يعني خلاص ممكن ان الناس ما تبقاش حفظة اسمه بس حفظة انه هو كريم الدهب فهو طبعا اكتر حاجة بتميز طبعا ماسي وطبعا بلاس الدهب فيه حاجات كتير بس الجولد بارتكلز احنا بنعتمد على جولد بارتكلز يا يومنا مش بنعتمد على مي الدهب او ماسك دهب انا باعتمد على جزيئات دهب عيار 23 جزيئات الدهب دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل اول حاجة خالص انا ما بتدي احطها على وشي اولا هحس بلاسعة خفيفة او بسخونية بسيطة دي بتبقى نتيجة تنشيط الدورة الدموية تنشيط الدورة الدموية ده معناه ان البشرة بتبتدي ان هي تستقبل كل الانجريدينس بتاعة الكريم وتبتدي انها تستفيد بيها تمام تمام دي حاجة والخطوك بتحمر بالزبط كده بتحمر بتدي لون وردي كده لكنك حتى بلاشر اوكي فدي حاجة برضو بتسعيد الناس وحاجة كمان ان الجولد بارتكلز تبقى باينة يعني بتبقى ملحوظة ملحوظة تبقى باينة على الوش بالزبط كده فدي حاجة تانية حاجة طبعا هو بيشتغل بصفة اولى على التجعيد لانهو بيحفز انتاج الكالجن فتحفيز انتاج الكالجن ده بيساعد تماما على علاج التجعيد السطحية وكمان تأخر علامات التقدم في السن فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة للجولد بارتكلز الجولد بارتكلز برضو بتشتغل على التفتيح بتشتغل على صبغة الميلانين ان هي بتقللها وبالتالي يرجع اللون البشرة للون الطبيعي يوحد لون البشرة تماما اي هالات سودا موجودة تحت العين يخفيها تماما اي اثار حاب شباب يخفيها تماما ماسي للوشه الرقبة صح؟ يعني اللي يستخدموا يستخدموا الرقابة ووشه مش الوش بس صح كده حتى لو محجبة وشيكوا رقابتك من انت قاعدة في البيت فلازم بشكلك حلو برضو فيه اوقات معينة يعني بينصح الاستخداموا فيها؟ هو ماسي دورو جولد هو حتى مكتوب على علبة يمنا هو مورنينج اند ايفنينج يعني الصبح وبالليل بس الناس فيه مثلا الناس بتفضل ان هي تحطه مرة واحدة بس فيفضل ان هو استخدامه بس بالليل لان سرعة استجابة البشرة بتبقى اعلى وبستفيد منه تماما فانا لو عايز استخدامه لو انا مثلا مش بنزل الصبح او مش مثلا انا قاعدة في البيت حلو ان انا كفية قوي ان انا احطه مرة بس بالليل لو انا عايز انزل لو بنزل الصبح حلو برضو ان انا احطه الصبح لان هو فيه عامل وقاية من الشمس اللي هي مادة اسمها تيتانيوم دايكسايد دي بتساعد ان هي تحمينا من اشعة الشمس الدار طب هو سان بلوك اخبره ايه معاه يعني بنحط الاتنين ولا لا هو كافي هو كافي هو كافي جدا ان انا استخدمه من غير سان بلوك يعني انا حتى هو السان بلوك استغنيت عنه ده حلو جدا ما بقولك انت استرميتي او طبعا بس احنا عايزين نقول السادة المشاهدين ان منسي منتج مرخص من كذا جهة مش من جهة واحدة وممكن هنشوف الترخيص على الشاشة دلوقتي ودكتورة دينا هتقول لنا الترخيص منين خلينا نستعرضها على الشاشة وطبعا احنا بننصح اي حد ما يستخدمش اي حاجة الا ما يكون عندها ترخيص من جهة واحدة على الاقل مازي تلت جهات صح مزبوط طبعا اللي هيخليني يبقى عندي ثقة في المنتج انه يبقى مرخص مش هينفع ان انا استخدم اي منتج كده وخلاص فطبعا ماسي دورو جولدو مرخص من وزارة الصحة المصرية ويعتبر ده حاجة كافية جدا ان انا استعمل برودكت بشكل امن بس ماسي دورو جولدو مش بس مرخص من وزارة الصحة المصرية ومرخص من حكومة دبي الامارات ومرخص من دول الاتحاد الاوروبي فتلت جهات مختلفة قدروا ان هم بيعملوا زي ما بنقول كده يعني بياخدوا عبوات عشوائية يومنا بيبتدوا يحللوها ويشوفوا ان هي مطابقة للمواصفات ولا لا فكل الجهات دي طبعا اقرت ان هو مطابق للمواصفات ان هو بيعالج كل المشاكل احنا اتكلمنا عليها التجعيد الهالات السودة البقع والتصبغات كل ده بشكل امن جدا وبدون اي اثار جانبا طيب عندنا تقرير نروح لتقرير يا جماعة يالا بي ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجهة لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات ماسي دورو جولد من احد من الهجوم المشاكلة في العالم ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة قدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة المعروفة هي المعروفة الكافيار والكولاجين والسيرامايد والهايلورونيك أساد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة دينة يمكن شوفنا الفروع في التقرير وليكم فروع يعني إتم متواجدين مش بس في مصر علشان الناس كتير قوي بتسأل وليلي الفروع بتاعتكو فين بالتحديد وإزاي الناس تقدر تتواصل معاكو أو تحصل على ماسي دورو جولد طبعا ماسي دورو جولد هو منتج إيطاليا يومنا من إي توزي فهو مقر الرئيسي للشركة هي ماسي فارم إيطالي موجود في إيطاليا تمام؟ عندنا كمان ماسي فارم إيجاب هنا مقرها بيبقى في القاهرة وعندنا كمان فارعين في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل في دبي الإمارات وماسي فارم جلف اللي هي مقرها في جبل علي برضو دبي الإمارات فده كده فارعين في دبي وإن شاء الله قريب قوي هيبقى في أمريكا بإذن الله هيبقى مقرار في فلادلفيا كويس جدا التواصل بقى بيكون معاكو إزاي أو الحصول على ماسي بيكون إزاي هو التواصل بيبقى من خلال الأرقام اللي بتبقى موجودة على الشاشة تبقى إحنا عندنا أرقام خاصة بمحافظة القاهرة أو بمصر عموما وعندنا أرقام خاصة بدبي الإمارات وعندنا أرقام خاصة بجميع أنحاء العالم أي أرقام بتظهر على الشاشة أي حد هيتصل هيقدر أنه يتواصل معنا ويوصله المنتج على طول يعني طريقة الحصول عليه الطريقة الوحيدة هي من خلال الأرقام مصبوط طب ليه مش مطروح في الماركتس أو في الأسواق أو في أي مكان بسي هو أولا إحنا بس الفكرة أن إحنا هو يعني إحنا منعا أي غش تجاري أو مثلا أن يحصل أي مشكلة فبنتجنب المشاكل دي تماما حلو أننا يبقى المنتج موجود في حدها المصدر والوحيد ليه هو شركة ماسي فار أننا أوصله بشكل آمن جدا لأي عميل في أي مكان إحنا كمان عارفين نوصل لكل محافظات مصر يعني إحنا ما بنقولش لأي محافظات لأ يعني ما عندناش أي مشكلة وحتى لو بعيد ما عندناش مشكلة العنوان بناخده بالتفصيل بيوصل في أسرع وقت ممكن وفي تفاعل من المحافظات يعني علشان فكرة التجميل أو الجمال أو أن أنا أشتري حاجة أزبط بها وشي أو جلدي في ناس إيه تقولك إيه 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 أنت صغيرة أو أنت مش عارفة إيه ولا أعملي إيه الفكرة دي لسه موجودة ولا تلاشت بشكل كبير جدا وكل الستات لقتي بعندها وعي وكل الستات عايزة ترى حلوة سواء كانت في السعيد ولا في اسكندرية ولا في محافظة ولا 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 أو حتى بتنتمي لشريحة معينة مش شرطة تكون الشريحة مثلا أو الطبقة الاجتماعية من الناس اللي يعني الفكرة دي تلاشت بشكل كبير يا دكتورات تلاشت تماما يعني بجد والله تلاشت تماما احنا أصلا كتير جدا من المحافظات مثلا لو السعيد بيكلمونا كتير جدا وفيه برضو فكرة ان انا ايه خلاصا وصلنا ان احنا كل واحد عايز يهتم ببشرته كل واحد الفكرة على فكرة تعيد نبدو اصغر عشر سنين مأثرة جدا في الناس اللي هو انا بجد فعلا هحط ماسي دورو جولد هحس ان انا بشرتي بقى شكلها شبابي يعني انا بقى رجعت تاني زي ما كنت مثلا فدي فرقة معهم جدا وفعلا ماسي دورو جولد قدر ان هو يوصل للناس وقدر ان هو يحقق النتائج المطلوبة منه ان هو يخفي كل عيوب البشرة ان هو يعالج لكل مشاكل البشرة فطبعا لا ناس كتير من محافظات مختلفة خلاص بقى عندها الوعي ان هي لازم تهتم ببشرتها بنتسئل كتير جدا عليه وعايز اقولك بس اتحكي على حاجة يعني ان هو مثلا ناس بتكلمني يعني ان هي عايزة تاخد ميسي دورو جولد هي عايزة تتجوز مثلا او الله يعني هي حسن هو مثلا هيفرق معيها بشكلها فحسن هي عايزة تبقى زهرة بشكل كويس بمظهر كويس ان هي البشرة على فكرة هي عنوان البني ادم يعني انا مننصح اي واحدة دخل على مشروع خطوبة كده حد متكلم عليها حد فيه يعني حاجة تستخدم ميسي دورو جولد يعني وهيفرق معاها تماما هيفرق معاها وهتحس فعلا بفرق كبير هل بيتعرض بقى مع الميكب فيه ناس تحب الميكب قوي طبعا غوية ميكب يعني فهو بيتعرض مع موضوع الميكب ده هو لا يتعرض تماما مع الميكب بالعكس انا ممكن يعني ماسي يعتبر بانستخدمه كبروتيكتيف ليير يعني لكنها طبقة حماية او طبقة وقاية فبيبقى اكله بمثابة مادة او طبقة عزلة ما بيني ما بين بشريتي وما بين الميكب اللي انا بحطه فحلو جدا ان انا استخدمه قبل الميكب بس افصل مثلا نص ساعة او حاجة وابتدي احط الميكب اللي انا عايزه وبعد فترة ان شاء الله يومنا ما تحتاجش اصلا ان هي ايه تحط ميكب يعني ولا تحتاج خلي بيليك اقول فيه ناس بتحط الميكب عشان هي مضطرة اه طبعا او شغلها بيتطلب منها ان هي تحط الميكب فالناس اللي مضطرة دي بتبقى عايزة اي حاجة علشان انت تخلص من لعنة الميكب اللي مضطردها يعني على فكرة يعني الناس على فكرة اللي هي فعلا انا في شغلها على طول مثلا لازم تحط ميكب تلاقيهم بره الحياة دي او بره الحياة العملية مفيش نقطة ولا نقطة يعني هم اساسا بيبقوا زهقانين بيبقى عايزين انا نفسي احس ان انا اخرج الشارع وانا بشرتي مش عليها حاجة ايوة مش ادرس احمل اريحها حتى بابعاوزة اريحها بالضبط من الميكب عشان كده فعلا فيه طبقة كبيرة جدا يعني وهي خارجة بره ويمكن حتى يمكن اكترهم الناس اللي بتشتغل في الميديا في الفن او كده بره الشغل معظم الناس دي ما بتحطش خالص خالص ده بيبقى حقيقي لانه بيبقى مش معقولة كمان وانا خارجة اعمل شاپنج ولا وانا خارجة رايحة زيارات عائلية ولا رايحة اشتري حاجات من السوبر ماركت ولا رايحة مش رايحة هحط ميكب كمان لو سعب تبقى انت عايزة تشوفي نفسك طبعيا يعني خلاص مش عايزة تشوفي حاجة على وشك عايزة تحس ان انت لما بيبصي في المراية وانت وشك من غير ميكب ان انت حلوة يعني انت بشرتك هلسي فعلا بمعنى الكلمة ان انت وشك اكلو بيتنفس وده مش هينحقق الا لو استخدمنا بقى الحاجات اللي ساعدنا ان احنا يبقى عندنا الجرأة ان احنا نخرج من غير ميكب خالص طبعا طبعا يعني باحترم جدا الناس بصراحة بتخرج من غير ميكب في الايام العادية بس ده ما بيجيش بالسهل لازم انا بشرتك تبقى حلوة انا بشرتك بيش هتبقى كلها بيزة وهيبقى عند الجرأة ان انا اطلع من غير ميكب لا بالعكس هيبقى صعب صح كده هيبقى صعب عليك فماسي بيساعدنا بقى في الموضوع ده جدا ماسي بصي بيساعد من الدرجة الاولى على الموضوع ده كله لان ماسي خلاص بيخليني انا بستخدم برودكت واحد هي علبة واحدة 120 ميلي بتغنيني بقى عن السان بلوك اللي هو اول حاجة مثلا ممكن بحطها الصبح عشان اتجنب اشعة الشمس الكريم اللي هو او السيرم اللي تحت العين الهالات السودة كريم التجعيد كريم التفتيح كريم مثلا هو يضيع لي او يوحد لي لون البشرة فكل ده انا بستخدمه المجموعة الكئيبة اللي كله اللي هو انا ممكن استخدم واحد زي يومنا والتاني انساء لو استخدمته واحد هكسل عن التاني طب مش انساء هكسل لان انا استخدم التاني فانا بوفر دلوقتي ان على اي مثلا كاستمر ان هو يستخدم ماسي دوره جولد هيستخدمه الصبح وبالليل وممكن يكتفي بس ان هو يستخدمه بالليل هيغنيه تماما عن اي استخدام الكريم تاني وهيشوف فعلا النتيجة في خلال ست شهور قد ايه فعلا بشرته استجابت لي وفرق معاه فعلا وازاي فعلا مثلا الخطوط التعبيرية البسيطة التجعيد البسيطة ان هو ساعد ان هو يشد الوش شوية فلا نتائجه فعلا هايلة والحمد لله الفيدباك بتاعه فعلا الحمد لله يا رب العالمين هايل طب الناس اللي برضو مش عاوزين ينساهم اللي هما ايه بيحقنوا بوتوكس وفلر وغويين ومش عارف ايه وفيه ناس تحقن وتقولك مش عاوز حقن تاني وفيه ناس اصلا يعني في دماغها تحقن بس هيقل انا وفيه ناس بتخاف وفيه ناس بتخاف مثلا وفيه ناس حقنت وعاوزة تبقى فيه حاجة تعمل سبورت شوية للموضوع الحق الشريحة دي كبيرة هل بقى بيتعارض مع الناس دي ولا ايه تمام هو ماسي دورو جولد اولا لو كمنا الانجرادينس بتاعته هنلاقي Show انا بدي البشرة hyaluronic acid لو أنا مثلا أنا من الناس اللي مش حابب أن أنا أعمل فيلر وبوتوكس تمام لو أنا عندي بس تجعيد سطحية أو خطوط التعبرية البسيطة كافي جدا أن أنا أستعمل ماسي دورو جولد تمام طب أنا متعودة أن أنا لازم أحقن فيلر أو بوتوكس بالعكس أنا مع استخدامي ماسي دورو جولد هيعزز نتيجة الفيلر أو البوتوكس اللي أنا حقنان يعني بدل ما بيقعد معايا مثلا الفيلر ست شهور يقعد فترة أطول من ست شهور بعد استخدامي من ماسي دورو جولد كويس يعني هو بيطول المدة بيطول المدة يعزز تأثير الفيلر أو البوتوكس اللي أنا حقنان فحلو جدا أن أنا أستخدمه طب أنت عارفة موضوع أنواع البشرة ده بيعمل برجلة لناس كتير واللي تقولك ده أنا بشرتي طب أنا بشرتي دهنية يعني هعمل إيه عايزة عناية خاصة واللي تقولك طب أنا بشرتي جفة واللي معرفش إيه عندي جزء إيه ده جفه جزء إيه دهني يعني بتلاقي أو البشرة الحساسة كل الناس بقت بشرتي حساسة اللي من دول مش عارفة في إيه تقولك أصلا أنا بشرتي حساسة جدا وهي أصلا يعني أنا مش عارفة يعني أصلا يعني إيه البشرتي حساسة بسي هو ما فيش حاجة اسمها بشرة حساسة وفي حاجة اسمها إحنا مش كلنا استجابت يعني استجابت البشرة بتاعتنا مش كلنا زي بعض هو طبعا فيه بشرة حساسة هو فيه هي الفكرة. مELLE قليلا الناس كده عمالة تخقطني بشريتي حساسة lev centre. هي الفكرة. ان انا هما ممكن بشريتي تبقى حساسة من مادة معينة. اه يعني هي هي دي الفكرة. انا عندي حساسية من مادة معينة. يعني الناس دي عمسان لما متاكلش المنجا. عندهم هوا من انتاكل متاكلش من نفس الموضوع بييبقى في تاعة الكريم عندي. ella ممكن يظهر ynدي حاسوا من معين. يفهم الله ازدي. فهى دي الفكرariasな انا ما حد يجي يقولك أصلا بشريتي حساسة هي مثلا حطت كريم فضيقت منه أو حاسن أنه ما جابش نتيجة معها بس إحنا في ماسي دورو جولد الموضوع اختلف معنا تماما لأن إحنا حافظنا أنه هو ينفع لكل أنواع البشرة أنتوا جربتوا على جميع أنواع البشرة بالضبط كده أولا مثلا لو كلمنا عن البشرة الدهنية البشرة الدهنية إحنا عامنين ماسي دورو جولد بطريقة اسمها النانو تيكنولوجي فنانو تيكنولوجي دي بتخلي جزيئات الكريم عندنا صغيرة جدا فيمتص بسرعة فما يسيبش أي أصار دهنية ولا أي أصار زيتين بالنسبة للبشرة الجافة الماسي دورو جولد فيه عناصر ترتيب عالية جدا وأهمها الكافيار والسيرامايدز المادتين دور مهمين جدا إحنا نكلماش عن الكافيار ده الكافيار ده الواحده قصة بالضبط قصة كبيرة ده بره بيعملوا ألبان عن موضوع الكافيار ده ما أنا بقولك فالكافيار والسيرامايدز المادتين دور مهمين جدا جدا يا يومنا في الترتيب إنهما بيخلوا البشرة تحتفظ بالمية فبالتالي ده يأخلي تماما ظهور علامات التقدم في السن واللي هي التجعيد اللي بتظهر معنا مع تقدم العمر فدي أنا برضو حافظت إن زي ماسي دورو جولد قدرت أستخدمه مع البشرة الجافة البشرة الحساسة البشرة الحساسة برضو ماسي دورو جولد فيه عناصر مضاد للالتهاب كتير جدا ومنها برضو الكافيار يعتبر مضاد للالتهابات فأي حد بيحطه الحمد لله ما بيحصلش أي التهاب أو أي مشكلة فأنا هو أنا نفعت كل أنواع البشرة يعني أنتم مراعيين في المكونات إنه هو يكون منسب لجميع أنواع البشرة مضبوط طب الألوان الألوان بقى ما إحنا دلوقتي يعني الصمرة ليها مشاكلها والفتحة ليها مشاكلها والصمرة عايزة تبقى فقط تفتحها شوية والبيضة بتلاقي عندها يطلع لها نمش ويطلع لها مش عارفة إيه يعني الألوان دي بقى التركيب بقى الألوان دي راعتوها إزاي برضو الفكرة إنه ماسي دورو جولد هو يصلح ليه جميع ألوان البشرة وأنواع البشرة البشرة الفتحة البشرة الغمقى البشرة اللي هي الأمحية كل واحد ماسي دورو جولد بيدي اللوك بتاعه ما فيش اختلاف ما فيش اختلاف يا يومنا إن أنا مثلا بشرتي صمرة وما ينفعش السرد الماسي بالعكس أنا بتكلم يعني بشرتي صمرة أنا ربنا خلقني صمرة يعني بشرتي حلوة لو أنا عندي عيوب مثلا عندي هالات سودة عندي تجعيد ماسي هيعلق هالي مية في المية خلاص ما فيش مشكلة أنا بشرتي فتحة وعندي بعض مثلا اللي هي الأثار البنية وعندي بقع وتصبغات ماسي دورو جولد بيستخدامه لمدة ست شهور يبتدي يوحدلي لون بشرتي تماما البشرة الأمحية البشرة الأمحية مثلا بتشتكي إنها عندها واحدة عندها كلف بعد في خلال ست شهور لو استردمت ماسي هيخلي البقع البنية اللي هي الكلف تختفي معاها تماما طب لو واحدة اغمقت بشكل يعني وشها كله غمق مثلا تشتغل في شمس بقى خست حصل لها أي حاجة دي ممكن تفتح يعني دي ممكن ترجع تفتح تاين بالضبط بالضبط لأن هي هي اختلف لونها عارفة لو مثلا الكلامة مثلا عن محجبات مثلا أكتر الناس اللي هتلاقي فعلا الفرق ده واضح يعني إن هما مثلا خضطهم في فرق عن جوه فده معناهم إن هما اللون بتاعهم اختلف أو اسمروا لا لو استردموا ماسي دورو جولد يرجع تاني واحد لون البشرة ويرجعها للون الأصل طيب الرجال برضو ليهم طبعا حظ ولا إيه؟ لا طبعا ليهم حظ ولا بوسي فعلا بجد ميسي ما بيعني إيه؟ ما بيميزش حظ يقولك دايما الجلد الرجالي مختلف عن الجلد النسائي شوية هو سميك شوية بس برضو لا هو فعلا أنا زي ما بقولك ميسي ما بيفرقش بين حد ما بيميزش ما بين حد رجل أو ست كلنا بنعاني من نفس المشاكل الرجل مثلا مع تقدم العمر بيظهر علامات التقدم في السن مع نزوله في الشمس بيبتدي يظهر عنده بقع وتصبغات وعلى فكرة إحنا فعلا رجال كتير بيكلمونا وبيعايزين فعلا اللي هو عندهم مشاكل في بشتهم وعايزين يعالجوها زيهم زي السيدة هي الفكرة بس إن إحنا الستات هي يعني كيرنج على الموضوع البشرة والجمال والمظاهر أكتر بس فيه رجالة طبعا وفيه شريحة جبيرة جدا بيبتدوا إن هم يهتموا بالموضوع ده وعايزين يعالجو نفسهم فطبعا ماسي ما نسيش حد ماسي بيعالج أي نوع بشرة وأي لون بشرة وسواء ست أو راجل احنا عايزين نقول قبل ما نختم إنه هو بيتحط لو تحطته بالليل ما تخسلهوش لا لا نعم عادي تصح الصبح تخسلهوش مظبوط صح كده؟ حتى لو أنا هحطه مثلا بالليل وعايز أصحصلي الفجر هو اتشرب تماما يومنا يعني يتوضه ويصله عادي ما فيش أي مشكلة بس أنا أفصل مثلا يبقى ساعتين تلاتة تماما أنا بشكرك دكتورة دينا على وجودك معي النهاردة ضفتي العزيزة دكتورة دينا نجيب احنا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت بنقابلكو يوميا الساعة تلاتة عصرا والقاعدة بتكون تاني يوم تمانية صباحا أي حد عنده سؤال أو استفسار يقدر يبعته لي من خلال صفحات الشخصية اللي هتظهر لحضراتكو على الشاشة دلوقتي أتمنى دايما نكون ضيوف خفافة على حضراتكو أشوفكو بكرا إن شاء الله وانتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنتوا معاكم يومنا طولان السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة